كغيرها من النساء العملات في مزارع الليمون بمحافظة أبيان تحاول أم عمر بذل الكثير من الجهد أثناء قيامها بمهمة جني الثمار فوفرة المحصول سيضمن لها جمع كميات كبيرة خلال ساعة العمل ما يعني أن المردود المادي سيكون جيدا بالنسبة لها اشتغل من الساعة سابع وخلافا للجهد الذي تحاول بذله أم عمر فالمسنة حسناء تبدو غير قادرة على جمع الكثير من ثمار الليمون لكنها ستكتفي بجني القليل فقط وقد لا تزيد الأجرة التي ستحصل عليها عن ألفين ريال لكنها كافية لتأمين ما تحتاجه من الغذاء خلال يوم واحد كما تقول بالنسبة لملاك المزارع في محافظة أبيان فالاعتماد على النساء والاستعانة بهن في تأدية الأعمال الفلاحية بات اعتياديا فتدني مستوى الأجور لا يمثل عائقا أمامهن على خلاف الرجال الذين سيتطلب وجودهم دفع أجور مضاعفة قد لا تتناسب مع حالة الرقود التي تعيشها الأسواق وتسببت في كساد المنتجات الزراعية نعتمد طبعا على النساء لأنه سبب هذه الطريقة المفضلة لأنها كمزارعين لأنها تكلفة عقل فالنساء يشتغلوا بالأجر اليومي ألفين ريال حتى مدة أربع ساعات بينما الرجل لا يفضل أن يشتغل بالألفين ريال لمدة أربع ساعات إنما يفضل أن يشتغل بالسلة ويطلب أقرد سلة أربع ألف طيب السلة تبتأب سارة من خفض أحيانا توصل إلى أربع ألف أحيانا توصل إلى سبع ألف ويخرج منها تكاريف السوق الذي يأخذ على كل سلة ألفين وخمسمائة وهذا كبير إذا مثلا جاب السلة خمسة ألف والعامل الرجل أخذ أربع ألف لن يبقى لنا شيء وعلى الرغم من تدني نسبة الأجور وعدم تناسبها مع الجهود التي تعمل النساء على بذلها خلال أوقات العمل فانتهان الأعمال الشاقة باتت ضراريا للنساء هنا وبين هذا وذاك فإن الحرب حولت أكثر من أربعين في المائة من النساء إلى معيلات خلال السنوات العشر الأخيرة بحسب تقارير مختصة الأمر الذي يجعلهن مجبرات على العمل ولو بأجور قليلة لبرنامج أضواء سهيل عبير علي محافظة أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر